نتناول في هذه الليلة ونحن في رحاب الإمام زين العابدين موضوعا عقائديا يرتبط بالقضاء والقدر وتوضيح كيف أن عقيدة الإماميات تفسر القضاء والقدر بما يتناسب والإبقاء على اختيارية الإنسان وفي هذا الموضوع أولا أبين معنى القضاء والقدر وأضرب في ذلك بعضا من الأمثلة وأن تقل بعن ذلك إلى أقسام القضاء والقدر ثم أخيرا أبين كيف أن عقيدة القضاء والقدر لا تتنافى وعقيدة الإختيار الذي أشار إليها الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمره ثلاث نقاط أساسي النقطة الأولى ماذا يعني القضاء والقدر تفسير لدى طرف ومذهب من مذاهب المسلمين يبني على أن القضاء والقدر يتناسب والجبر وأن لا اختيار للإنسان في ضمن منظومة القضاء والقدر وأن كل فعل يقع على الإنسان ما هو إلا من اختيار الله وقضائه وقدره وعلى ذلك فتحوا بابا للعصات ليبرروا معصيتهم بأن المعصية ما هي إلا من اختيار الله لنا فإن الله اختار لنا أن نكون عصاتا بل تجد الطرف الآخر استغل الأمر وهذا النوع من العقيدة في نسبة القتل للإمام الحسين بأنه من قضاء الله وقدره أي من اختيار الله وما نحن إلا أدوات منفذة إلى ذلك القضاء والقدر والاختيار إلينا وبمثل هذه العقيدة برروا فعل يزيد برروا فعل عبيد الله بن زيان برروا هذه الجريمة أن نكرى على الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ولذلك نحتاج أن نفهم هذه العقيدة فما تفسيرها عند الإمامية القدر قد جعل الله لكل شيء القدر يعني التقدير فإن لكل شيء مقدار كما وكيفا وتقديرا ونوعا من الشروط التي يسير عليها فهذا هو القدر فالقدر لا يعني إلا القانون لا يعني كما عبر المولى إلا السنة التي يجريها الله عز وجل فإن الله قد جعل لكل شيء مقدارا أي جعل لكل شيء لكي ينطبق لكي ينوجد جعل له شروطا ومقاديرا وظروفا وحيثيات معينة لكي يقدر لكي ينوجد خارجه والقضاء لا يعني إلا النتيجة القضاء ما هو إلا النتيجة القضاء من الحكم والحكم هو النتيجة فعندما يسير الإنسان في قدره يصل إلى النتيجة النتيجة تعبر عن القضاء فمثلا لما ننظر إلى الطبيعة نجد الطبيعة مليئة بالقوانين مثلا في علم الكيمياء نجد أن الكيمياء منضبطة بقوانين متعددة منها العناصر وتركيباتها والجزيئات والذرة ومقدار الجزيئات وكم مثلا كذا حتى الماء مثلا من تنظر إليه منضبط بضمن هذا التركيب الكيميائي H2O منضبط بكم معين من الهيدروجين وبكم معين من الأكسوجين وهذا الكم يجب أن يكون في ظرف معين شنو هذا الظرف شوف هذه الشروط هذه الظروف تعبر عن مقادير الأشياء يجب أن يكون منضبطا مثلا في ضمن هواء عادي يكون في صورته السائلة إذا تعرض إلى حرارة تتباعد الجزيئات وش يصير انتقل إلى بخار إذا لا تلاحظ بأن الجو بارد 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 يصير جزيئات تقترب كذا الفراغات هذه تتلاشى شيئا فشيئ لا أنشنه صير في صورة متجمدة مثلا هنا نلاحظ انضباط هذه العناصر بقوانين هذه القوانين اللي احنا نعبر عنها بالقوانين وانعبر عنها بالكيمياء مؤخرا هي التي عبر عنها المولى عز وجل بالأقدار يعني بانضباط الأشياء في ضمن منظومة من الشروط والمقادير والضبط في ضمن منظومة ومقادير يعبر عن مشيئة الله يعني الله شاء لهذه الأشياء أن تنضبط في ضمن شنو مقادير معينة لذلك الله يعبر يقول ترى أنتم كلكم هذه الأمور كلها تمشي في ضمن مقاديري في ضمن ويش في ضمن المسببات في ضمن ما أقدر للأمور من أشياء فكما قدر للأشياء والعناصر الطبيعية قدر حتى للحياة الاجتماعية عند الإنسان وحركته الاجتماعية وحياته مزيد ولما قدر الله لحياتك جعل التقدير يسير في اتجاهين معينين وهذه النقطة الثانية اتجاه أول قضاء مبرم يعني يعني نتيجته حتمية لا تستطيع أن تغير من قدرك فيها ومساحة القضاء المبرم نشوف محدودة يعني القضاء الذي لا يعتريه أي تغير لا يعتريه قلم المحو والإثبات هذا مثل شنو مثل على سبيل المثال الأب والأم أنت ما اخترت لا أبوك ولا شنو ولا أمك ونجيت هالدنيا هذا أبوك هذا أمك أنت اخترته ما اخترت وفق النظرية الأسلم وأن كان هناك نظرية تقول لا نحن بعرف في عوالم سابقة صار عندنا عرض واختيار وهو إلى آخره نتكلم الآن على النظرية المشهورة ما صار عندنا اختيار لا للأب لا للأم ما صار عندنا اختيار والله مثلا إلى شكلنا في صغرنا ما صار عندنا اختيار إلى مكان الولادة غيرنا هو من اختار وقس على ذلك هناك مقادير معينة أقضية معينة لا نختارها مو احنا لأننا اختارها وهذه تظن في ضمن الأقضية بالنسبة إلينا أقضية مبرمة حتى مت خلاص ما نقدر والله نعيد الولادة ونعيد مكان الولادة ونعيد الأبوين ونعيد كذا إلى آخر جزء من الأقضية مبرمة محتومة على الإنسان لا يعتريها قلم المح والإثبات ولكن هناك جزء كبير من الأقضية والأقدار أيها الأحبة تدون بنحو من المحتملات شلون يعني يعني قدر أول قدر ثاني قدر ثالث وكل قدر إليه شروط معينة تبوياي شباب كل قدر إليه شروط معينة إذا أنت استوفيت هذه الشروط تأخذ القدر الأول إذا استوفيت الشروط الثانية تأخذ القدر الثاني إذا لم تستوفيها تأخذ القدر شنو الثالث وهذه الشروط بحسب عقيدتنا ليست فقط شروطا مادية بل هناك شروط أيضا معنوية روحية وغيبية خلن نشرح بالمثال مثلا شاب في قدر الله يدون إليه بأن زوجة اللي راح يرتبط وياها هي ألف وهذه ألف أفضل ما يكون دينا وجمالا وخلقا وأدبا لكن شنو شروط هذا القدر ها في شروط شروط والله مثلا شروط مادية هذه الشروط والله المادية على سبيل المثال أن يتوافر لي على مال كذا إلى آخره يدفع ليها المهار إلى آخره في شروط غيبية شنو هي الشروط الغيبية مثلا أن يبر بوالده إذا أبر بوالده برا عاليا راقيا فإن الله يقدر له ألف لكن بجانب هذا القدر ألف في قدرباء شنو القدرباء بأنه ياخذ الزوجة رقم باء وهذه أقل مثلا من الأول في صفاتها من آلف إذا لم يكن بارا بوالده إذا خفض البر يصير قدره شنو قدره باء شي دي الله مدون دون علينا مقادير الآن علشان تنتقل من باء إلى ألف لازم تكون شنو لازم تكون بار بوالده بوالده علشان لا تكون الزوجة أصلا سيئة الخلق وذلك إذا عققت بوالديك إذا صرت عق مثلا الله يعطيك القدر رقم شنو ثلاثة وشنو هذا ثلاثة والله مثلا زوجة نزين كلها مشاكل الآن الإنسان ماذا يصنع الإنسان لما يجي إلى الله يوم القيامة لو اعترض عليه قال يا ربي انت مشكلتني بزوجة لا ليل ولا صبح صباح أنا بعد انشغلت بهالزوجة لا عبادة عدلة لا حياة عدلة لا شي عدل يا ربي انت اللي بليتني فيها الله وش يقول الله يبين إليه الأقدار يقول لا مو احنا اللي بلشناك به انت اللي بلش نفسك به اشنو الله يقول ترى ها أنا مقدر إليك القدر الأفضل القدر الأحسن قدر أليف لكن انت اللي ما صرت بار بوالديك فانخفض قدرك الخير إلى القدر شنو قدر السي صار قدرك والله بهاي الزوجة فلسنا نحن من من أجبرناك بها بل باختيارك فسعيك في هذه الدنيا سعي لنيل الأقدار لنيل الأقدار والإنسان يجب أن يؤمن بالأسباب الغيبية فإن الإنسان يكون بينه وبين أجله يوم لكن وش يقول يسوي يبر بأبوه يصل رحمه يصل رحمه ماسة مثلا قطعته الله وش يسوي يقول امحوا امحوا اليوم ودونوها جم دونوها ثلاث دونوها عشر سنوات وهكذا استغرب لا هذه أسباب غيبية أسباب غيبية ترتبط بتبدل أقدارنا ولذلك هناك نوع من القدر قدر المحو والإثبات قدر مخروم ممحتوم يمكن أن يتبدل وأن يتغير ويعتمد على اختيار الإنسان الإنسان هو الذي يختار قدره انت اللي تختار قدرك انت اللي تختار ماذا تكون ولذلك أمير المؤمنين وصي رسول الله محمد الله ما صلي على محمد وآل محمد الله ما صلي على محمد وآل محمد الله ما صلي على محمد وآل محمد مثلا نجيب هالقصة على أساس نقرب الفهم الدقيق للقضاء والقدر كان أمير المؤمنين يسير من ضمنهم الأصبغ يقول كنا نمشي ويا أمير المؤمنين بعد إمامنا سيدنا أمامنا بس كان في الضمن بعض الأشخاص اللي عنده عقيدة معوجة عن القضاء والقدر أمير المؤمنين شاف في الأمام جدار نظر إليه شاف الجدار مائل يكاد أن ينقض متهالك يعني في أي لحظة يطيح يمكن في اللحظات اللي يمشي أمير المؤمنين بجانب هالجدار ينقض هالجدار شوف بعد يذبح شام واحد فأمير المؤمنين ماذا صنع قام فانحرف عن ذلك الجدار شوية تباعد 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 أجدار وين يطيح حدود كذا أقصى شي كذا راح أمير المؤمنين شوية يحتاج أنه يبتعد عن مسار يعني شي ملحوظ فالناس طالعت ليش أمير المؤمنين غير مساره فقام واحد قال يا علي يا أمير المؤمنين فررت من قضاء الله وقدره خفت خفت أنت من هذا الإجدار يطيح عليك قال أمير المؤمنين فررت من قضاء الله إلى ماذا إلى قدره يعني يعني في قدرين قدر أول أنا أمشي تحت هذا الإجدار ومن المحتمل وش يصير يا جماعة الخير يطيح لي يمكن أموت يمكن أتعور يمكن كذا هذا قدر سيء لكن بيدي أن أدفعه فإذا دفعت مو معنى ذلك دفعت قدر الله عني وكأني معترض على قضاء الله وقدره بل أنا خرجت من قدر إلى إلى قدر آخر قدر السلامة أنا مشيت بعيد عنه واخدت بقدر آخر بس أنا من مشيت بعيد عنه بعد دخلت في قدر الله لو بعد طلعت بر قدر الله لا لا أنا في قدر آخر لله ولذلك من هذا الفهم نصل إلى النقطة الثالثة الأساس وهي بأننا نحن الذين نصنع أقدارنا في عقيدتنا الإمامية إحنا اللي نصنع أقدارنا جزء من الأقدار ما لئنا دخل فيها يعني ما لك نسبة من الاختيار ما شيء في حالك وسبيلك الحمد لله كل شيء تمام ورابط لحزة ومشي على هداوة وكل شيء تمام ها تيكوا واحد متهور يدعم سيارتك مفوط لو لا هذا بعد ما لي دخل فيه هذا قضاء وماذا وقدر بالنسبة إلي يعني لم أتدخل فيه ما كان عندي نسبة من التدخل لكن أكثر الأقضية أنت الذي تتدخل في صناعتها في إيجادها سواء بالأسباب المادية الظاهرة أو بالأسباب المعنوية وهنا دعوى لضرورة التأمل في الأسباب المعنوية والغيبية المؤمن يؤمن بالغيب يؤمن بالأسباب الغيبية كصيلة الرحم وإن من هناك وإن من القضاء ما يبرام ها إبرامين لكن شنو اللي يدفعه تدفعها الصدقة في بعض الأحيان تدفع صدقة تتغير بجاري الأم ربما ربما دعوة أم ربما دعاء من الأبوين ربما صلاة ركعتين ربما حج ربما عمر ربما كذا فإن الحج ماذا يطيل من العمر يجي واحد يشكو لرسول الله يا رسول الله أنا فقير وش قال له النبي وش دفعه دفعه لسبب غيبي قال له حج روح الحج وحج قال لي أقول لك أنا فقير تقول لي أحج قال لي عيب لي روح حج لأن الحج ماذا ينفي الفقر روح حج البعض يقول لا أنا أخاف تزواج أخاف تزواج سبب الغيبي لا 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 تخاف تتزواج من ويش قال الفقر فقير أنا وظيفتي مائتين وخمسين آخر اللي ابني أبلش هو إياي وكذا وإلى آخره هنقول لا اتزواج تزواج يدخلك في قدر آخر يمكن قدرك أنت ضعيف مثلا لسبب لمانع لكذا لكن تروح تتمسك بامرأة مؤمنة دعاءها مثلا مستجاب كذا إلى آخره يتغير يتبدل ربما تجيب لك نسمة في هذه الأرض قدرها مختلف تختلط تمتزج الأقدار فتتبدل الأمور وهكذا فمنظومة الأقدار والأقضية في جزء كبير منها نحن من نصنعها ونؤثر فيها لا كما يدعي القوم بأن نحن نعصي مثلا هذا والله الله خلنا نعصي والله مثلا كذا نزيل نفعل الفواحش كذا الله سبحانه وتعالى قتلنا الإمام الحسين لا بعد نجري في مجار أخضية الله وأقدار نقول لا هناك أقدار متعددة نحن اللي اخترنا القدر السيئ قدرنا أول نصرة الإمام إقامة دولة الإمام لكن وش اللي حصل صار انتقال لقدر ثاني خذلان الإمام وبالتالي تمكن عبيد الله بن سياد من قتل الإمام ولذلك الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام ابن الإمام الحسين صبط رسول الله محمد واجه هذه الثقافة واجه مثل هذه الدعاوى من القوم عندما ادعوا بأن من قتل الإمام الحسين هو ما قدره الله له من القاتل ولذلك الإمام السجاد واجه هذه الثقافة مواجهة كبيرة جدا وواجه العزل الذي مورس تجاه الإمام زين العابدين لأن الناس أصبحت تخاف من السلطة في ذلك الزمان بعد واقعة الطاف واقعة المدينة حرة ثم واقعة مكة ثم نوع من الخوف من الاقتراب من هذا البيت لكثرة الثورات ونحوه وعلى أثر ذلك صار انعزال للإمام عن الجماهير الموالية له ولذا الإمام سعى لتأسيس نوع من الربط المعزز والمؤكد بالإمام الحسين عليه السلام من خلال ماذا؟ من خلال تأسيس البكاء على الإمام وعقد المجالس والمآتم بعض الروايات تقول بأنه حيث تعذر إقامة المآتم الرجالية صار الإمام يجمع النساء العلويات ليندبون الإمام الحسين والإمام زين العابدين يقدم الطعام لهم يعني يطبخ الطعام بيده بأبي وأمي أيضا يقول الإمام الصادق البكاؤن خمسة آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت محمد صلى الله عليهما وعلي ابن الحسين زين العابدين فلقد بكى على الإمام الحسين عشرين أو أربعين سنة ولعل الترديد من قبل الراوي بكى على الإمام الحسين ليش علشان نعيش النعمة إلى يومنا هذا البعض يقول عشرين سنة يبكي أربعين سنة يبكي علشان نعيش النعمة الآن نعمة المآتم والارتباط بالإمام الحسين عليه السلام تأسيس حثيث من قبل الإمام زين العابدين للبكاء على الإمام الحسين عليه السلام ولذلك يقدم له الطعام يقدم له الماء لا يهنأ حتى يذرف دمعة على أبيه الحسين التفت إليه عبد يقول لي يا مولاي أخشى أن تكون من الهالكين يقول ويحك كيف تقول هذه الكلمة هذا يعقوب هذا يعقوب قد بكى على ولده يوسف وهو يعلم أنه حي وإنما قد غيب عنه كيف لا تريدني أن أبكي على أبي وأخي وأعمامي وأنا رأيتهم جثثاً وصرعاً من دون رؤوس أتريدني أن أتلذى بالماء أو بالآكل وقد قتل أبي عطشاناً